نحن شعوب فاشلة والدين هو السبب شعوب لا عقل لها وهذا الأمر لم يحدث صدفة إنما بفعل فاعل جعلنا لا نعرف لنا طريقا ولا ندرك ما نحن فيه ولا نعرف من أين أتينا ولا إلى أين سنذهب وحينما تقول لماذا أو تتساءل لماذا لا تنشر المجتمعاتنا بقضايا تمس حياة الإنسان في مجالات التربية والتعليم والتطوير النهوض به وفي الوقت نفسه نرى واقعنا وحياتنا كما هي ومستقبلنا لا نفعل العكس ونتساءل مثلا عن قضايا ثانوية جدا وفي أفضل الأحوال نقول أن الدين ليس هو سبب إنما هو الإنسان نفسه هو السبب أي أن هذا الإنسان الذي هو ضحية الدين هو السبب في خراب الدين وكل ما عليه أن يعود للدين أو يعود لحضرة الدين هذا الموضوع دائما مؤثيره لكنني سأقدم ردا على صديق اعترض على قولي هذا فكونوا معي هذه هي بداية السلام عليكم المصدقائي هذه بداية الفيديو الذي كتب فيه الصديق تعليقا فلنسمع عليه قليلا نحن شعوب فاشلة والدين هو سبب والسؤال لماذا أصبحنا شعوبا فاشلة بينما تقدمت كل الشعوب لماذا لا تنشأل مجتمعاتنا بقضايا تمس حياة الإنسان في مجالات التربية والتعليم والتطوير وفي الوقت نفسه نتسأل هل يجب رجم القردة الزانية مثلا وهل أن المرأة إنسان أو أنها عورة ووجهها عورة لماذا يحسن الغربي استخدام عقله فيبتكر ويصنع بينما نفشل نحن في استعماله فنكرر ونردد ونعيد كلاما عمره عشرات قرون وهل لدى المسلم عقل حقا أم أنه بات يعاني من قصور عقلي دائم جرى غرسه في عقل الإنسان بشكل قصدي وبإشراف مؤسسات السلطة الدينية وأيضا السلطة الحاكمة كما رأيتم أصدقائي مقدمة الفيديو الذي نشرته قبل نحو سنتين وهو كان بعنوان نعهن شعوب فاشلة والسبب هو الدين في أحد الردود الذي أثارني اليوم وقال لي فيه أحد أصدقائه وهو ميدوما أم أم ثمانية دابليو أم قال فيه بأنه يخالف من الرأي وأن الدين ليس هو سبب تخلف العقل العرب أن هناك عناصر كثيرة متراكمة عبر الأصور هي التي ساهمت في جعل هذا العقل متخلفا على رأسها طريقة التفكير نفسها التي هي في حالة نفور عن المنطق والعلم هذا أولا ثانيا قال بأن هناك طريقة لجعل الدين متماشيا ومساهما في تحسين بيئة العقل إذا ما تمت أنسنته وتهذيبه والتجربة الغربية خير دليل على صحة رأيه هذا فقال بأننا يعني برر هذا الموضوع قال أننا لا نستطيع نزع الدين من حياة المجتمعات لكن بإمكان النهور بالثقافة والفكر وجعل هذا الأمر جميلا ونافعا وليس ضارا وداعما بل داعما للتقدم وليس هادما بعد ذلك التحدث عن الإنسان الغربي ويعني المتدين الغربي يأتي إلى الكنيسة لممارسة الروحانيات ويتلقى الدروس الخاصة ببث الروح بتعبيره في قيم المحبة عبر قيم المحبة والصدق والأمانة وبعد خروجه من المعبد أو الكنيسة سيعود فردا يعيش تحت منظومة عامة علمانية علمانية تفصل الدين عن السياسة وتحول دون سلطة الدين على المشترك العام هذا كلام جميل وقرأته وطلعت كثيرا على أمثاله وقال هكذا يعيش الجميع بالنتيجة هؤلاء الجميع المختلفين تحت سطوة أو ظل نظام عام وليس نظام يتبع لطرف من الأطراف أو لمنهج من المناهج الدينية أو العقائدية هكذا تطورت المجتمعات الحديثة كيف أرد على كلام من هذا النوع أنا قلت بأنني لا مانع لدي بأن يخالفني أحد الرأي بالعكس هي القناة أنا أدعو الجميع على أن يخالفون الرأي لأنني دائما أفكر في موضعة الدين وهذا الكلام أنا في بدايات بحثي في الدين وموضعة الدين خاصة في مجتمعاتنا داخل أو التجربة الدينية الخاصة في مجتمعاتنا عبر أربعة آلاف عام هذه التجربة جعلتني في البداية أفكر بهذه الطريقة وأفكر بأن هناك أخطاء ويجب معالجتها وأن كل ما بالأمر كنت أتصور أن المسألة لها علاقة بحسن النية وأن هناك ناس يفكرون رجال دين أو رجال سياسة أو رجال من طبقات المفكرين والمسؤولين يفكرون دائما بمصلحة الناس في الحقيقة بعد ذلك تغير الموضوع بالنسبة لي وأصبحت أتماعا أكثر في الأمر وأكتشف بأن مسألة دارة شؤون الناس والتحكم بهم والسيطرة عليهم ومعرفة مصالحهم لا تتطلب بالضرورة أن يكونوا حسنين نية أو من الناس الطيبين الرحومين الصادقين الحلوين يعني أعني رجال الدين أو رجال السياسة وخاصة الرجال الدين فاكتشفت مع الوقت بأن المسألة أعقد من هذا الكثير وأنهم يتبنون خطابا وأديولوجيات فيها كثير من الوصولية فيها كثير من الاستغلال فيها الكثير من محاولات تجيل الناس وترويضهم وتحويلهم هنا مجرد أدوات هذه المسألة التي يجب أن نحتنأ بها وهذه الطريقة التي طبعا ناجحة بالمناسبة لا بد من الاعتراب بهذه المسألة وأن هؤلاء يمارسونه فعلا ناجحا وبالتالي هم هؤلاء الذين صنعوا وخلقوا داخلنا هذا الوعي الزائف بتعبير ماركس هذا الوعي الزائف هو الذي جعلنا نظن ونتصور الحقائق غير ما هي عليه فكما يقول الصديق قال بأن أن طريقة التفكير هي التي جعلتنا نصل إلى ما نحن فيه هو الذي أدى إلى الإنتاج هذا النوع من الدين وقال بأن يعني بدأ بالمقلوب أي أنه قال بأن يعني عكس الرأي وبدأ بما يجب أن يبدأ به وأعني أن طريقة التفكيرية السبب الذي أدى لإنتاج هذا النوع من الدين وأن بالتالي كما قلت معالجة الدين أو كما قال هو معالجة الدين بالتالي تتطلب فقط أن نراجح هذا الموضوع أنا أقول هذا الكلام هو ليس إلا أمنيات شخصية ومحاولة تصوير الدين بأنه شيء دين مسألة لطيفة ودائما حسن المواصبات لكن هناك خلل هنا وهناك علينا مراجعته بالعكس أقول الدين الموجود حاليا على سيئاته هو هذا الدين المطلوب حصرا وهو محصلة القوى الاجتماعية التي توصلت إلى هذا النموذج الديني الذي يستبت بالأفراد ويغبن حقوقهم ويخلق وعيا زعفا كما قلت فيما بينهم هذا الدين الذي يقولون أنه لا يمثل للدين الحقيقي بالعكس هو هذا الدين الحقيقي وهذه المواصفات السيئة التي يرونها فيه هي المواصفات الحقيقية للدين والتي لا يوجد يعني إذا كان هناك تطوير فهو دائما لهما هو أسوأ ودائما نجد أن الدين عندما يتم تطبيقه بإستمرار كلما ازداد تطبيقه هذا الدين كلما ازداد سوءا وفي الحقيقة هذا السوء هو طبيعة الدين أن يكون سيئا إلى أقصى حد ممكن وكلما كان الدين أسوأ في مواصفاته وكلما كان دينا أقرب إلى جوهر الدين وفكرة الدين وفكرة الأجولوجيا القمعية الاستبدادية التي دائما طموحها وأن تؤدي وظيفتها بالهيمن على الناس وعلى جماهير وممارسة السلطة بأعنف طريقة ممكنة الدين هو هكذا كلما ازداد سوءا كلما ازداد قربا إلى جوهره وإلى حاجاته ووظائفه الأصلية والتي وجد من أجلها حتى وضح أكثر يقول بمعنى معاني أن كلما يؤتبر سيئا في دين هو المطلوب وهو الذي بالضبط الذي يجعله مهيمنا ومنتشرا وناجحا في تزييف الأقول وتشويها وتدميرها وبعد ذلك استعبادها واستغلالها وقيادها والأمثلة كثيرة مثلا مثل الإرهاب يقولون الإرهاب لا علاقة بالدين لا علاقة له بالدين بجوهر الدين أقصد ومثلا الكراهية النشر الكراهية والنفاق الفساد قمع الحريات غبن حقوق النساء والأطفال انتشار الفقر البطالة التخلف غسل العقول وتشويها كلها تعتبر أشياء لا تمثل الدين بالحقيقة هي بالضبط تمثل الدين الحقيقي وهي الحاجات الأساسية التي يحتاجها الدين لكي يكون موجودا وناجحا جميع هذه النتائج وهذه الإفرازات التي نسميها إرهاب وكراهية ونفاق وفساد وقمع الحريات واستبداد وانتشار للأفكار العنصرية هذه كلها هي ثمار الدين الحقيقية هي حصيلته التي لم تحدث صدفة إنما هي تمثل روح الدين وحاجاته التي لا يستطيع العمل في أي بيئة خارجها في أي بيئة خارجها هذا ليس طعن في الدين لا هو بالعكس لأن الدين ما لا هو ناجح لأنه ينبي حاجات القطيع الديني أو الجماعة البشرية أو القطيع البشري إنسان كان حيوان وجودي حيوان اجتماعي لعبدا من أتراب إنسان هو حيوان اجتماعي لا يستطيع الحياة إلا داخل الجماعة فبالتالي هو بحاجة إلى أجلوجيا تحكمه وتسيطر عليها وتدجنه وتروضه كما يتم ترويض الجياد والثيران وما إلى ذلك وعليه فإن البيئة الدينية تحتاج لغة خاصة تحتاج سلطات خاصة تحتاج سلوكيات خاصة تحتاج نشر عادات وممارسات خاصة وأيضا تحتاج إلى نشر عدوانيات وكراهيات خاصة أيضا إذا صح هذا الجماعة بل وأنصريات داخلية وخارجية ولابد طبعا تكون خاصة هذه العدوان أو العنصرية الداخلية داخل القطع البشري أو جماعة المؤمنين أو المصلين أو خارج الجماعة فدائما هناك هذا العنصرية تكون مقدسة لا بد أن تكون سواء داخل الجماعة أو خارجها ولابد أن تكون هناك نصوص مقدسة إلهية نزلت من السماء أو من أي مكان هذه النصوص موجودة في كتاب سحري أو مقدس مثل البايبل وغيرها فهذه النصوص موجودة بها أن هؤلاء هناك جماعة من المؤمنين أو جماعة مخصوصة هي التي ستربط بين جماعة البشرية وبين السماء وبين أو يعني بطريقة ما هما الحلقة الوصل بين إرادة السماء وإرادة البشر فهم بالتالي هؤلاء هما الذين يكلفون بهذه المهمة وهناك مثلا عندما تروح على اليهود مثلا تجد سلالات سلالة قريش أو سلالة لاوي مثلا أو سلالة داود هؤلاء من أنتم تطلع يظهرون الأنبياء ومن خلالهم يعود تعود الملكية أو الملك اليهود الذي سيعود في آخر في يوم القيامة أو ما أشبه وأيضا عندما تجعل العرب والمسلمين تجد أيضا اختلقوا نفس الفكرة هناك سلالة قريش وتشعبت أكثر وبدأت تحديدها أكثر لدى الشيعة طلعوا وقالوا لا الموضوع يعني هذه السلالة هي السلالة يعني انتهى عوانها السلالة هي بني هاشم يعني مسألة يعني محددة أكثر موجودة داخل أنه ليس قريش فقط أن هناك بني هاشم هم فقط المسؤولين على هذا الموضوع عموما أنا أسمع كثيرا هاي الاختراحات وأصحابها والمشكلة وين أنهم يعتقدون أن كلما في الأمر كما قلت أن هناك أخطاء حصلت وما علينا إلا تحديدها ومعالجتها أنا رابعا هذه أضغاف أحلام الدين الشرقي هو دين بدائي التكوين وما يعني المشكلة لا يوجد داخل تصور نظري متماسك ممكن الاعتماد عليه للمراجعة والتصحيح وفقا لنموذج القياس الأساسي لهذا الدين لأن مصادر التشريع لدينا هي نصوص نصوص لغوية وهذه النصوص أصلا فيها مشاكل لا أول لها ولا آخر إحنا تركنا تمسكنا بهذه النصوص الكتاب والسنة مثلا وهم كلاهما تم جرى اختلاقهما وجمعهما بطريقة أو بخرى وبات الهم الرئيسي هو كيف التحقق من هذه كيف لنا نتحقق من هذه المصادر للتشريع وبعد ذلك أدخلنا عليهم مفاهيم مثل الإجماع وما إلى ذلك والإمامة وما إلى ذلك يعني إحنا خلقنا المشكلة كجماعات عبر التاريخ وصدقنا بها وآملنا بها وجعلنا كل من يتحداها أو يقول أن هذا يعني هذا الطريق غلط يعني أنت تعتمد على نص لغة وإلى أحد يعرف معناه وهناك مليون قضية تطلع من خلالها يعني اللغة عندما تسمعني أنا كل إنسان الآن يسمعني يسمعني بطريقته وفقا لثقافته لخبرته لحاجاته لظروفه لمكانه لزمانه فلا يمكن أن يعتمد الإنسان على اللغة سواء كانت لغة مقدسة آتية من الإله الأعظم أو الإله الأكبر أو اللغة التي كتبها نبي أو إنسان موحى إليه أو لديه معرفة لدنية لدنية ويعني كأن خارق فارق مارك أو غير مفارق أو يعني لا وليس بالطارق على حسب ما تقول هند بنت عتبة عندما دخلت في معركة أحد قالت نحن بنات طارق على النمارك المهم فالفكرة أنه لا يوجد لا يمكن أن تعتمد على نصوص مقدسة كل هاي الدعاءات وهذا الصحة بليتحدث عن وجود نصوص مقدسة يجب العودة إليها ومن خلالها نستطيع أن نعرف كل شيء ونحتكم لكل شيء الآن إذا طلع دار ومن نظرية تتطور نرجع للناس مالتنا ومن خلال هذا الناس سنجد فيه الجواب الشافي والدقيق هذا ونقول أنه مصادر تشريهية كذا ويصنعوا لك قصص وعلوم على المصول الفقه وعلوم العقيدة وعلوم علوم ويطلعوا لك علوم لا أول لها ولا آخر وبعد ذلك عندما تتحدث معه يقول لك لا تفقه لا تفقه فيها شيئا هو ممكن أنت تدخل بقضايا العلوم الرجال وما لذلك ممكن تقضى عمرك فيها لكن قضى عمرك فيها على كلام فارغ فاضي وأصلا هو الموضوع كل كذب ومحاولة لغسل أدمغة وخلق وعيزائف عند الناس ويجعل الجميع منه أن المسألة معقدة جدا وصعبة وما ليس من السهل كل واحد أن يدخل فيها المعمعة وأن هناك قضايا ويا أني مصطلحات ومفاهيم لكنها كلها قائمة على بناء هش ولا قيمة له يعني مجرد بدون قصور في الهواء وأدى ما تقول له يعني هذا القصر في الهواء هذا العلم الذي أنت تتحدث باسمه وتقول يجب أن أطلع عليه وأنني لست خبيرا فيه ولست عارفا ولا أجد مبادئ هذا العلم وليست لدي فكرة وتتهمني بأنني أخطأ أو لدي أخطأ كثيرة حول هذا العلم الذي أنت صنعته وأسلافك وبنوه على أسس هار يعني أساس هار أو جرف هار فبالتالي أنت تحاكمني على هذا العلم الذي لا أساس له لا أساس له على أرض الواقع يعني لا أقول أنه لا أساس له يعني لا تجد مفاعله ومزناقية على أرض الواقع عندما يتحدث لك الآن النظرية مثلا علم الفيزاء أو علوم الفيزاء مثلا فتجد مفاعله ومصادقة على أرض الواقع في طرق المختبر تكتشفها لكن هذا ما لا يوجد أي شيء مجرد لغة فيه لغة وكلام واللغة نفسها عمرها 1500 عام يعني الآن الآباء عندما يتحدثون أجدهم لغة فيها شيء من الاختلاف ونحن نفس اللغة ونفس اللهجة فتجد لديهم أفق لغوي مختلف عننا مما قاله الصديق أيضا أنه أنه الغرب هو يعيش الاختلاف بشكل طبيعي لأنه حيث الدين وليس يعني هذا الآن أجاوب أقول لا هو الغرب يعيش الاختلاف الآن لأنه فقط لأنه حيث الدين وليس لأن الدين بات مقتنع عن موجود الاختلاف الدين لو كانت لو أريد أن تعريفه أنا دائما أقول أن الدين هو تعريفه هو القطيع لكن الآن لو أريد عرفه ضمن هذا الاتجاه وفي وفق هذه الزاوية فأقول أنه عدو الاختلاف بل هو مصنع الثابت والثوابت أو ما يسمى مصنع المقدس والمقدسات الدين بالتالي هو كعبة الجميع أو مرقة الجميع أو حجر الجميع الذي به يعتصمون أو كعبة الجميع الذي يدورون حوله إلى الأبد وهذه المتعة في الدوران المستمر المستمر إلى ما لا نهاية تصبح إدمانا وكما يقول ماركس أفيونا للشعوب فلا يستطيع الخروج من هذه المعمى لأنه تعم اعتاد على الوجود داخل هذا السجن الذي بلا قضبان ولم يعد يستطيع الخروج منه وحتى خرج لأنه أصبح هذا السجن الذي بلا قضبان جزء رئيس منه ولا يستطيع أن يفهم العالم إلا من خلاله فأين المفر فعدما يستمع إلى واحد مثلي مثلا ويقول لا انتبه يا أخي أنت تعيش في سجن سجن هائل لكن بلا قضبان يقول لكن ماذا تقول أنت يا رجل يعني لا توجد وصلات معرفية أو وصلات أو النظام من الألغات تسمع له بأن يفهم ما أبعد مما هو مرسوم له هذا السجن الذي يوضع فيه الناس الذي يضع فيه الدين الناس هذا السجن الذي بلا قضبان يتم تكرار يوميا على مسامحهم بحيث يفقد القدرة على الفهم والإدراك والإحساس بوجود أشياء مختلفة فهو يشعر فقط بأنه هذا المناخ أتاد عليه لأنه يوميا يعيده ويكرر نفسه يعني يدخلوه في مؤترك الفرائض والأعياد والمناسبات وأخي وأختي والفاضلة وهذه الكلمات يدخلوه في عالم لا مجال للخروج منه حتى ذات مرد لديهم خبرة في السيطرة عليه وفي النهاية يستسلم ويشعر بأنه هذا المناخ هو المناخ اللطيف الذي يشعر به بوجود آخرين يعتنون به أو يجد بأنه هو قادر على أن يتأخلم معهم بطريقة ممتازة يعني هو نوع من الترويض على العيش ضمن جماعة المصلين أو المؤمنين وهذا الجماعة أينما ذهبوا يشعرون بالانتماء على بعضهم فبالتالي عندما يأتي شخص غريب عليهم يعتبرون شخصا طارعا ويجب التخلص منه أو مواجهته بحده لأنك تفسد عليهم مثل جماعة شخصا طارعا يشربون الخمر يوميا على مدى سنوات يجلسون في مكان معين ودائما يشربون الخمر وأنت تأتي وتفسد عليهم جلستهم هي بالضبط هكذا فأنت بالتأكيد تتحول لها كائن مرفوض وتفسد عليهم هذا المتعة التي يستمر عليها لمدة خمس سنوات أو عشر سنوات فأنت ستصبح عامل تهديد إذا أنت دخلت أو قلت ماذا تفعل لها ناس أنت في وادي والعالم في وادي آخر لا أنت الذي في وادي ونحن في نعيش الزمن كله والعالم كله بيأكمله وهذا الذي نحن فيه وكل ما تبقى هو يعني لا قيمة له وليس وسيكون ماله هو الجحيم وأما نحن في النعيم كله وننتظر نعيما أكبر في قابل الأيام أو بعد الممات وما إلى ذلك فكيف ماذا ستقول لهم أختم ما أقول بين الدين هو وعي زائف وأن وظيفة الدين الحقيقي هي تزييف العقول وأن الدين هو أديولوجيا لحجم الحقيقة وعرابا لو لا الدين كان بإمكان الناس أن يعرفون حجم الظلم والاستغلال الذي يتعرضون له بالتالي هو الدين هو العامل المؤيق للعودة إلى العقل الفعال وليس العقل المختال الذي يجري اختياله يوميا في واقعنا العربي الإسلامي وأيضا واقع الشعوب أغلبها سابقا حد الشعوب الغربية حاليا يعني هذا العقل هذا العقل المختال الذي يشعر العقل الفعال الذي يشعر بالحرية مع أنه داخل وسط مختال مدمر بلد كامل هذا هو الذي يفسر هذا البيئة الدينية التي يخلقها رجال الدين والتراث الديني هذا البيئة هو يفسر لماذا نحن من سيء إلى أسوأ لأن هذا هو البيئة الحقيقية التي لا تنمو فيها بدور الدين ورجال الدين والفساد الديني أو الوهم الديني الأوهام الدينية أو الوعي الزائف الديني لا يمكن أن ينمو إلا ضمن محيط مليء بالأوهام والعوامل الإدمان والتطرف الديني فبالتالي الارتكاب الأخطاء كل ما ازداد الناس ارتكاب الأخطاء بحق أنفسهم بحق حياتهم بحق مستقبلهم بحق أبنائهم بحق أقرب الناس إليهم وبحجة الدين هي هذا الدين سيستمر في الانتشار وسيزداد قوة فيما بينهم لماذا السبب لماذا دائما الخطأ والفشل والفساد ينتشر بوجود الدين لماذا لأنه الهدف الدين ليس الصح والخطأ وليس الحق والباطل بالمعنى العام يعني معنى العدل والعدالة وما إلى ذلك لا هو هدف السيطرة على الإنسان ليس تطوير هذا الإنسان ورعاية مصالحه الهدف دائما والتطويعه والترويضه بل جاء للخطأ عادة عادة داخل هذا الإنسان وهذه العادة لا يمكن أن نخلاص منها ومن يتخلص منها يعتبر كافرا وزنديقا أو يستهدف زرع الفتنة بين الناس ونشر البدع وأختم يقول من يتحدث عن وجود أخطاء في ممارسة الدين هذا الشخص لا يعرف أصل الموضوع يعني كان ما يتحدث عن الشخص أنا قل لي شوف القمر يقول لك لا هو ينتبه على أصبعي قل لي أنت هذا أنت تريد إفساد الأمة ونشر الفرقة بين الناس الإنسان الرجل الدين والناس الذين متدينين المسؤولين عن نشر السلطة الدينية والهيمنة الدينية على الناس هؤلاء قدما أنت تأتي وتتحدث معه لا ينظر إليك على أنك لديك عقل وقاد وتتحدث بنباهة وتقول أن الدين فيه مشاكل وأخطاء ويجب معالجته هاي مسألة وتثبت لها بالدليل وبرهان أنها المسألة مهمة هو يضحك عليك يعني الرجل الدين عندما ينظر إليك يقول هذا ماذا يتعجل يظن أن المسألة لها علاقة بالعقل والمنطق هذه كلها حجج وأدوات لإقناع الآخرين وزراعة الآديولوجية السامة الدينية السامية التي تشوه عقول الناس فينظر إليك ويقول لك أوكي كلامك يبدو تفتهم يعني أنت تفتهم يعني أو عندك عقل جيد لكنه لا ينظر لهذا ينظر لهذا إليك كشخص هل هذا الشخص قابل لأن يدخل في القطيع الدين الذي أنا أقوده أم لا هو بالنسبة إلى أنت أداة أنت جسد قابل لأن يستثمر أما عندما تدأي أن لديك عقل وتفهم وتقول أن هناك مشاكل في هذا الدين وداخل الجماعة الدينية يقول لك أنت حبيبي أن تفهم الموضوع غلط أو ما يقول له هو يضحك عليه فأما أن يؤدي يجعله كافرا أو يكفره ويطرده من الحضيرة أو يشنع ويرسل عليه الناس يدمرون حياته أو يختالوه أو يقطعون رزقه أو يشوهون سمعتها بين الناس أو يجعلوه يرضخ بإرادتهم وينتمي إليهم وبعد ذلك يصبحوا كما يقولون عبدا صالحا ويصبحوا يعني يسلم أو ويحسنوا إسلامه الكاهن بالنسبة إلى لا ينظر إلى عقل الإنسان الكاهن الرجل الدين باختصار هو ينظر كما تنظر المرأة إلى الرجل يعني هي تنظر الرجل لا يهمها عقل هذا الرجل إنما جسده وقوته وبنيانه وقدرته على الدفاع عن أسرتها المرأة تفكر بوجود أسرة ترعاها ولديها أطفال وهناك من يحميها ويدافع عنها عقله إن كان إن كان لديها عقل فلا بأس هذا العقل لابد أن يهتم بالتوفير هذه الحاجات فقط أما أن يخرج خارج الموضوع وينشغل بالفلسفة والفكر فهذا المرأة لا تفعل ترحب بهذا المسألة يعني بالله بطمسا الرجل الدين يعني لا أنتقد المرأة هناك نساء طبعا من العباقرة ولديها قدرات هائلة لكن أنا أضرب مثال على الحالات العامة المرأة هذا تكوينها النوتريت شخص المرأة التي ورطنا وضعها دائما مثل رجل الدين بالضبط وأنت حلقة عن علاقة المرأة برجل الدين بالرجل رجلي مطلوب يعني التاريخ البيولوجي للإنسان يتكون باقي هناك مرأة تفكر أو غريزيا هي تريد أن ترعى أطفال وتنجب أطفال تبحث عن رجل قوي ورجل الدين من الرجال بعض الرجال يأتي لكي يرعى هذه المسألة وهذا رجل الدين دائما يحرص على المرأة طبعا هو يدمر حياتها للمرأة رجل الدين لكنه دائما يحاول يبقيها قدر المستطاع خارج أي خطر ممكن يعني يسوي لها حجاب يسوي لها دائما يقلل من شأنها لكن الهدف من تقليل الشأن هو أن تبقى في البيت وترعى الأطفال هذا هو الهدف بغض النظر عن قيمة هذه التربية والتعليم من قبل المرأة حتى لو كانت جاهلة مش مشكلة هنا مسألة مسألة الحفاظ على البقاء أما الرجل فهذا يمكن أن يضحى به بأي طريقة وما نريد عقله ما نحتاج عقل للرجل نحتاج أنه يكون مدافع وثور للجاهز للقتال والدفاع عن المرأة ورجل الدين الذي يرعى الجميع شكرا جزيلا وأسفر طالب مع السلامة